موسيقى موسيقى انا اول شيء يجب ان اساعد حالي اذا انا ساعدت حالي وصرت احس انه هاي المساعدة لنفسي عم تعطيلي نتيجة مع نفسي بنتلخ الاخرين وسي ما يكون الانسان محبط وانحنا هذا الاشي يجب ان نعالجه كيف الإنسان يجب أن يكون سعيد بظروفه ليس كل حق على فكرة السعادة لا يجب أن تدخل بالمادة لا يجب أن تدخل بالظروف هناك أشخاص يقومون بسطة بالشارع يجب أن يكون كلهم سعادة وقناعة السعادة يتعيش لحظتك بكمالها هذا الله كتب لك هناك مقولة نحن دائما نحكيها إذا ما قدرت إذا لا تستطيع أن توقف المساعدة لا يوجد أشياء تنزل علينا هذا مجتمعنا هذه هي ظروفنا هذا هو وضعنا بدأنا نذهب بهذا الظرف بأحسن طريقا نعيش حياتنا على قد ما الله أعطانا هذه الظروف بسعادة هناك شغلة ثانية أنه هو الإنسان عبارة عن انعكاس لذاته رفلكشن فهو الإنسان ممكن تكون أحد أهدافه في الحياة أنه كيف أقدر أخذ الخطوة الأولى يعني نعطي نصيحة تبقى ممكن أنا أعمل أفي الصبح وأطلع على حالي وأحكي أنا اليوم هدفي أني أكون أفضل إنسان عندي أن تكون أفضل منك كل يوم هي هي نصيحة أنا أعطيها لأولادي في الإنسان يقول أنا بدي أعمل شغلة اليوم أعمل شغلة اليوم شغلة بسيطة شغلة بسيطة قبل أن تتحدث بهذا الشيء قبل ما يفكر كيف يقول إنه إيش بديس حصبه يفكر بحالي أنا أدي أنا إنسان أطلع جد أقول الحمد لله أنا أفضل إنسان كامل الصحة، السعادة، الشعور بالرضا، القناعة كل شيء صغير عندنا فعلا إذا الإنسان بيطلع له الناس تطلع عليه أنها صغارة لكن هي هي اللي بتجيب السعادة فائت الإنسان لحاله ويقول الحمد لله ما أحلى اليوم، الجو نشوف ناس من بداية اليوم تبدأ نهارها بسلبية تتحدث بسلبية مع ذاتها تجلد ذاتها جلد الذات يؤدي إلى العنف جلد الذات يخلي الإنسان يكون إنسان مكبوت داخلياً وعاطفياً ما رح يقدر إن لم يحبب نفسه لن يستطيع أن يعطي المحبة إلى الغير لن يستطيع أن ينشر السعادة كيف الإنسان بدي أكون أنا أفضل شخص عندي أكون أفضل كما قلنا قبل قليل طالما أنا لا أستطيع أن أعمل على نفسي هناك الكثير من يتحدث حولنا لا أستطيع أن نغير العالم لا أستطيع أن تغير العالم وبدأ بذاتك نبدأ بذاتك لو كل إنسان بدأ بذاته من إطاره من دائرته الأولى أهم دائرة في الحياة إنه يكون الإنسان محاط بالدائرة الأولى يستطيع أن يتصرف معها بإيجابية يعمل عليها ويضبط علاقته معها دائرة الأولى قد تكون الأشخاص معي بالعمل عائلتي الأفراد أسرتي الناس الحوالي كلنا مختلفين كل شخص له تجاربه المختلفة ومن خلال تجاربه المختلفة طلع بقرارات معينة ضبطت بحياته أو ضبطت بعمله أو ببيته أو مع أهله قد تكون طريقتك مختلفة لكن كل ياتنا صح إذا منقدر نتقبل أفكارنا مع بعض إذا منقدر إحنا ننشر الإيجابية ننشر الخطوات الأولى من العمل ننشر السعادة الأهداف يضع الإنسان ذاته بأطر بيقدر أنه يقبل ذاته ومن ثم يحب ذاته فينشر المحبة ويقبل الآخر